الندوات والمحاضرات المواكبة لمهرجان مدائن التراث في ولاته هي منابر مفتوحة للغوص في التاريخ والتراث واستحضار مكامل الوهج وإضاءة الزوايا المعتمة عبر دروس واستنتاجات تستنطق الكتب والمخطوطات والمؤلفات وتقدم الدراسات التاريخية والعلمية المؤصلة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان حضر الجلسة الأخيرة في يوم الختام لهذه المحاضرات مثمنا جهود الباحثين والأساتذة طوال أيام من الأشطة العلمية والتراثية نشكر ساكنة ولاته ونطمئن لنتصورها الموريتاني كامل عن المكان العلمي الذي عندهم عن ولاته نهبرهم عليها المحاضرات وحضور المتميز للجمهور لهذه المحاضرات كاملة ونختار الصب ناحية ثانية نختار باسم الوزارة وباسم المهرجان نشكر للمحاضرين والقررين والقايمة على هذه المكونة من مدين التراث ونعرف على أنهم كاملين قدرين على أن هذه المكونة الأساسية من هذه المكونات التي تعدل مصاحبة لهذه المهرجان ونأكد لهم أهميةها بعد عند الوزارة وعلى أنهم اللي يعدل كامل المحاضرات إن شاء الله يعدل بي كتاب دور عود موجود لكن اللي يعدل فيه كامل من فاتوا طبعوا المحاضرات كاملات فاتوا طبعوا ودور إن شاء الله يعدل الكتاب ودور نجابر ومبلي عاقباك شون وكشفوط كاملين التقييم التقييم دي الدورة من المحاضرات وذلك اللي يا الله يخلق فيهم التحسين مستقبلا وشهد اليوم الأخير من المحاضرات تنظيم ندوة بعنوان مهرجان مدائن التراث الواقع والآفاق ترأس الجلسة سيد مدو محمد عبد الرحمن ثم محاضرة بعنوان الشأن العام في فكر التصوف الصحراوي ثم ورقة عن الألعاب التراثية الرماية التقليدية نموذجا قبل أن يأتي دور المرأة من خلال محاضرة للدكتورة الفرحة محمد لمين المكي عن دور المرأة الولاتية عبر تاريخها ثم محاضرة بعنوان مدينة ولاة في مواجهة التحديات وكانت ولاة شهدت أمس تنظيم ندوة بعنوان البعد التاريخي والاجتماعي للمؤلفات والوثائق الولاتية من خلال جلسة ترأسها الدكتور محمد محمود السيد يحيا وتناولت محاضرة بعنوان قضايا المجتمع الموريتاني القديم من خلال كتاب العمل المشكور في جمع نوازل علماء التكرور للولاتي ثم محاضرة بعنوان ولاة حاضرة العلم والعلماء ثم الوثائق العقارية من خلال كنانيش ولاة ثم كتب التراجم الموريتانية السفارة والإسهام ثم محاضرة بعنوان المحاضر وعطاؤها في ولاة ثم دور المحاضرة الولاتية في نشر الثقافة الوساطية والقيم المدنية لبشير شيخنا محمد ترجمة نانسي قنقر